الحقيقة أستاذ رجاء يمكن الصفقة إلى أن تمت أنا واحد من الناس لحد أخذ لحظة ما كنت متوقع أنها تحصل و أشكك أنه ستنتقل الدفع إلى الأراضي العربية أو النادي ندينة النصر العربي السعودي أو أنه يلعب في دوري عربي كريستان درونالدو أخير و أنتبقى آخر محطة لي لكن الحقيقة تحقق كل الحاجة التي كنا نرى بعيدة أعتقد نادي النصر كان قدم الاحتفال المناسب جدا و عارف يروّج لي بشكل قوي جدا وجوده في مرسول بارك النهاردة و كمان طبعا يكون في حدث يمكن بيوازي القوة لأول مرة ينزل بيت شرط النصر و الجماهير تشوفها تقديم اللعب يوم الخميس بعد بوكراي بأول مباراة رسمية لكريستان درونالدو بقميص نادي النصر أمام الطائي يوم الخميس ربعتقد ده برضو ستلاقي أعين العالم كلها تتجه هناك مش أعين العرب يوم الخميس هو المباراة القادمة للطائحة في المؤتمر الصحفي كريستان و قال أنا عايز أشارك في المباراة أتمنى المدير الفني يحطني في تشكيلة طبعا المدير الفني يطلع خالص رونالد هو اللي يحط التشكيلة فبالتالي مكسب كبير جدا للكرة السعودية مكسب كبير جدا للكرة العربية على فجرة كان فيه برضو شفنا في المؤتمر الصحفي مدير الفني لنادي النصر شفنا قديه هو يعني الاستراتيجية بتاعته في التعامل مع نجمة بقيمة وحجمة كريستان و رونالدو قديه أنه هو هيشركه في الأمور قد تكون الأمور فنية يعني في قادة الفريق أو على الآن هذا ما بدأ لي أنا كتفسيري لمقالة ومدير الفني ما فيش كلام الحديد بتقوله نقطة مهمة جدا أنه الثقل بتاع استقدام كريستان و رونالدو ليه الكرة السعودية وحجم اللي تقال فيه المعلن وغير المعلن فيه في قيمة الصفقة يخلي الكلام الأيام اللي فاتت أو الكلام كله عن المردود أو الثقل اللي هينقله كريستان و رونالدو فيه برى الملعب أو الأمور المعنوية أو الأمور إلا على مستوى الترويج أو التصويق وبالتالي ده خرار ذكي جدا من كل اللي كان وراء التعاقد مع كريستان و رونالدو في ناصر السعودي لو أنا بروج دلوقتي أو أنا بقول أنا كسعودية عايز أروج لملف 2030 مشاركة في كاس العالم ده أفضل سفير لو جبت أكبر شركة تسويق أو PR في العالم مش هتجيب سفير زي كريستان و رونالدو أحد أفضل عيب العالم أحد أفضل عيب العالم أنه يكون موجود القيمة بتاعت الناس بتقول 200 مليون دولار أنا بأؤكد لك أنه نادي النصر والسعودية والسياحة السعودية و كل شيء تعلق برويد قدس سيجني أضعاف أضعاف المبلغ ده ما فيش كلام أنا أقول لك على مثال بسيط يوم التعاقد مع كريستان و رونالدو على أحد يعني السوشيال ميديا صفحات على الإستجرام كان الحساب 850 ألف بتاع النصر لو أنا فتحت المحرك دلوقتي كل ما بنتكلم دي العدد بيزيد سبع مليون وفيه تزايد ده بس كان يوم الحد كان من 850 ألف قبيل الإعلان لي كانت تقريبا 3 مليون سبع مليون ده في ساعات بسيطة جدا ده في ساعات بسيطة جدا كمان الكلام على القيمة أنا عايز أفكر الناس أنه ما تمش إعادة اختراع العجلة وكمان السعودية بلد أو فريق مش بعيد عن كرة القدم الشعب بتاعه بيحب كرة القدم كان قدم صورة رغم طبعا خروج من دور الأول لكن قدم فوز تاريخي كبير جدا مهم على الأرجنتين وكان قدم للعالم كله وقال للناس أنا كورتي أنا عرفتك كسب بطل العالم في وجود ميسي في أول مباراة في كأس العالم فبالتالي السعودية بلد مش غريب عن كرة القدم